بالتأكيد طبعا نعود لتدريبات النادي الاهلي النهاردة التدريبات تمت على 45 دقيقة كانت تأسيمة كده اتلعبت ان شاء الله الفريق يكون جاهز بشكل كبير جدا لبطولة كأس الرابطة وكمان عايزين يعني نشكر الاتحاد القطري للكرة القدم يعني النادي الاهلي تقدم بشكر الاتحاد القطري للكرة القدم لانه تكفل ورفض تلقي اي نفقات لعلاج لعبنا طبعا محمود متولي اللي طبعا كان المفترض يعني يتم علاجه ويعود ولكن النادي الاهلي او الجهاز الطبي النادي الاهلي بفضل انه يتواجد لاسبوعين اخرين ليتم التأكد تماما من سلامة محمود متولي سلامات محمود متولي وكل الشكر للاتحاد القطري للكرة القدم يعني شيء بالتأكيد في الارض المشتركة دائما والارض العربية بتأكيد شيء يعني ما يعتدين عليه انا بشوف ان كمان جزء كبير جدا من التطور اللي حاصل هي وجود النادي الاهلي في دوائر مع مختلف فعلا البلدان العربية وهذا التواصل اللي حاصل النسيج العربي النادي الاهلي جزء كبير منه بتشوف في الامارات بتشوف في قطر تشوف حتى كنا بنعرض لكم في حلقة كلام الاشقاء في تونس الاشقاء في السودان عن النادي الاهلي فكرة ان اكترى النادي الاهلي بهذه المنزلة وهذه المكانة التي يستحقها فعلا النادي الاهلي بنجونسوا عداء بده هي مبادرة النادي الاهلي يا جماعة بيوقف عند الحاجات دي اكبر بكتير كمان من فكرة تفاصيلها المالية كمان تفاصيلها على الادبية بتعني الاهلي الكثير فكرة ان انت تقدر النادي الاهلي ادبيا وتحب تقدم ليه يد العون النادي الاهلي بالنسبة له ده بيكون شيء مهم جدا 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 واللافتات دي النادي الاهلي دايما بيعظمها ويعلم ان شأنها بالتأكيد بيسمينها اشتركوا في القناة